لو الحكاية فيها إنا ذيكو الجهة العربية هذا الرجل مفخرة إن الإنسان يقعد يتكلم عليه طول حياته لأنه بنا آدم بحب شغله بشكل غير يعني بيعمل للمدى الطويل عنده نظر للمدى الطويل كابت محمود الجهري مهما تكلمنا عليه مهما قلنا كان نفسه مناعيني إن كابت محمود الجهري هو عايش كان يتعمل له حاجة زي كده لأنه ما زلنا في مصر بنقرر الناس بعد ما تموت وأنا نديت كل الناس المسؤولين عن الرياضة في مصر ياريت نقدر نرد اعتبار أي واحد عمل أي حاجة لمصر في كرة القدم أو في الرياضة عامة إنه يتعمل له تتويل ويطلع منصة ويستلم مديلة ويستلم شهادة وأحفاد وأهل يشوفوه بدل ما يشوفوه هو شالينه رأي على فين بقى رأي عند الله سبحانه وتعالى ودي أحسن مكان طبعا فأتمنى من رجلنا سبحانه وتعالى كل الناس تقرأ الفاتحة للكابت محمود الجهري لأنه فعلا له في قلب كل واحد مصري ماذا فعل محمود الجهار في مصر ودول العالم